في بيتنا مدرسة النهاردة هنتكلم عن مش بنتكلم مع الطلبة بنتكلم مع المشاهدين الاول معاكم السيد انور هنتكلم النهاردة ازاي نشترى عربية الحلقة النهاردة حلقة متميزة جدا وانا شخصيا حبيبها اوي وحابب اننا نحاول نوضح بعض الامور وبعض الحاجات اللي بتختلط معانا ومع المشاهدين اللي هو بيقتني او يمتلك عربية وهو مش عارف حاجة عنها فاحنا النهاردة هنحاول نلمس ونيجي على نقطة مهمة جدا لو حضرتك ناوي تشترى عربية او لو حضرتك عندك عربية كمان ازاي نحفظ عليها وازاي نعرف المواصفات بتاعتها تعالوا بينا نبدأ حلقتنا وحلقتنا النهاردة بعنوان عند شراء السيارة لو احنا كل واحد فينا بيفكر يشترى عربية هل المواصفات اللي هو عايزها ايه؟ هل شكل العربية اللي هو عايزها والامكانيات اللي هو محتاجها فيها ايه؟ طبعا بيبقى قدام مني عروض كتيرة جدا عشان اختار منها العربية وكمان بيبقى فيه معايير الاختيار العربية بتاعتي او السيارة بتاعتي بيبقى السوق فيه حاجات كتيرة جدا والمصانع والشركات منزلة عربيات كتيرة جدا واشكال كلنا بنحلم نركب اغلى واحسن عربية بس هل اغلى واحسن عربية في العالم مناسبة لي ومناسبة لطريقي ومناسبة لي امكانياتي ومناسبة لي عدد افراد الاسرة في معايير كتيرة جدا محتاجين نعرفها النهاردة عشان نحدد نوع العربية اللي احنا عايزين نشتريها طيب اول معيار عندي هنحاول نبص عليه كل واحد فينا بيفكر الاول هو سعر العربية بتاعتي او هل انا معايا الميزانية اللي تسمح بان انا اشتري عربية ده مهم قوي جدا مهم ان انا اعرف هل الامكانيات بتاعتي او الحالة المادية او الميزانية اللي معايا تكفي ان انا اشتري عربية طب العربية ماشي اوكي بقى معانا المبلغ طب المواصفات بتاعتها شكلها ايه فاول محور عندي احنا بنبص عليه محور السعر السيارة بتاعتي هل انا جاهز بالفلوس بتاعتها النقطة دي لازم حضرتك تجاوب عليها النقطة التانية او المحور التاني اللي هي المواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة للسيارة بتاعتي واول حاجة عندي فيه السيارة عشان تشتري عربية لازم تركز على نقطة مهمة اوي وهي قوة المحرك او قدرة المحرك بتاعي بعضنا بيشتري عربيات وهو مش عارف الامكانيات بتاع العربية بتاعته هل هي هتقدر تطلع طرق زي دي هل الطرق اللي هتشتغل عليها العربية هل الطرق اللي انا همشي عليها محتاجة عربية زي دي ولا محتاجة عربية 4x4 ولا محتاجة عربية اوتوماتيك ولا محتاجة عربية في تيس عادي كمان نوع المحرك هل هو انجيكشن يعني حقن وقود ولا عشان نحاول كمان نوفر ماهنا اتكلمنا في السعر الاول سعر الميزانية بتاعتي موجودة تمام طيب هل العربية بتاعتي اللي انا هجيبها موفرة كمان للبنزين او للوقود اللي انا هستخدمه الحاجات دي مهمة جدا ان انا اعرف مواصفات العربية وقدرة المكنة او المحرك اللي موجود عندي كمان هل انا محتاج مكنة بتيربو ولا من غير تيربو ده مهم جدا لانها بتوفر عندي التيربو وفيه سوبر تيربو تشارج كمان بيوفر عندي 15% فيه تطور رهيب حاصل في المحركات حاليا الناس كتيرة مش عارفة ان فيه محركات بتستخدم زرة بنزين واحدة مع 50 زرة هوا وده احدث نظام نزل واسمه سكاي اكتف اكس فلازم نحدد المواصفات بتاعتنا هل العربية اللي انا هاجبها استهلاكها ايه وضعها ايه في البنزين ده مهمة مهمة جدا 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 عندي وقدرة المكنة وقوة المكنة كام هورس باور كام الحصان الميكانيكي بتاعها قدي ايه هل الطريق اللي انا همشي عليه كل الحاجات دي لازم حضرتك تحددها وتجاوب عليها بنفسك وتختار من السوق العربية اللي انت محتاجها بالمواصفات بتاعتك في الفيديو اللي احنا شايفينه قدام مننا ده ده احدث نظام حصل في المحركات الموجودة وده نظام الحقن المباشر داخل الاستوانة نفسها وبيبقى مكتوب على المكنة بتاعتك من فوق وياريت الجميع يركز معايا بيبقى المكنة مكتوب عليها من فوق جي دي اي يعني حقن مباشر نظام الحقن المباشر هو بيحقن بنزين مش بيحطه بقى في مجمع السحب او المصطرة فوق لا ده بيحطه داخل الاستوانة اذا الحقن عندي داخل الاستوانة مباشرة زي وزي الديزل بالظبط طب ايه المميزات بتاع النظام الحقن الجي دي اي هتلاقي مكتوب على المكنة بتاعتك من فوق جي دي اي بحترم جدا الناس اللي هي او بحس ان هم ناس فعلا مصقفة وقاري قبل ما تشتري او قبل ما تاخد اي خطوة ادرسها احترم العلم عشان تقدر تواكب العصر اللي احنا عايشين فيه حضرتك بتقرأ عن السيرات فبتعرف ان الجي دي اي ده نظام حقن مباشر يعني البنزين بتاعي هيدخله داخل الاستوانة مباشرة طب ايه الفكرة في ان هو يحط البنزين داخل الاستوانة الفكرة ان هو حسب كمية الهواء الموجودة لان الهواء اللي موجود عندنا في الجو ده فيه نسبة اكسوجين تقريبا 21% طب ايه مشكلة الاكسوجين معانا الاكسوجين هو اللي بيساعد على الاحتراء اللي حاصل فالحساسات او السنسورات اللي موجودة عندي في المكانة او المحرك بتاعي جمعت ودت بيانات لوحدة الكنترول وقالت له ان انا عندي كمية هوا معينة بناء عليها هو هيحقن كمية البنزين المناسبة لدي بالزبط لكمية الهواء الموجودة بالزبط عشان يطلع باور او طاقة معينة جميل هو كان قبل كده ما بيحسبش كان بيحسب في الانظمة اللي التانية ولكن الدقة مش بتكون زي نظام الحقن المباشر نظام الكاربيراتير اللي كان قبل كده واللي يكاد يكون معادش موجود في اغلب السيارات الحديثة مش موجود الكاربيراتير نهائي ولكن كان نظام الكاربيراتير بيستهلك كمية بنزين اكتر بكتيرة جدا وكان كمان ممكن وانت قاعد جهوة العربية بتاعتك تشم ريحت بنزين داخل عليك داخل كابينة السيارة فنظام الحقن المباشر او نظام الجي دي اي ده نظام أحدث حاجة نزلت في المحركات ياريت حضرتك وانت بتشتيرها عربية تقرأ المواصفات بتاعتك مش بس كده ده أحدث نظام ده نزل نظام أحدث منه واشتغل في سنة 2019 يعني ده أحدث شيء وهو نظام سكاي اكتف اكس نظام سكاي اكتف اكس خلونا بس بسرعة نراجع على بعض الحاجات نحاول نعرف المواضيع دي مهمة بالنسبة لنا اه مهمة جدا بالنسبة لنا عشان تعرف انت بتستهلك بنزين قد ايه او وقود كان نظام الكربيرتير او النظام الحقن العادي او حتى نظام الجي دي اي بياخد زرة او لتر بنزين ياخد معاه تقريبا 14.7 من 10 او 15 لتر هوا يعني انا لو معايا لتر واحد بنزين بخلطه بتقريبا 15 لتر هوا النظام الحديث اللي اشتغل سنة 2019 وتقريبا شركة واحدة في العالم اللي نفذته بدأ يعمل يحقن لتر بنزين على 50 لتر هوا شايفين الفرقة قد ايه في استهلاك الوقود هنا استهلاك الوقود هيقلب كتير جدا 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 وده احدث نظامه كل يوم حاصل صورة تكنولوجية رهيبة في عالم السيارات فمهم جدا انك تعرف امكانيات وطرق الحقن او ازاي بيتم الاحتراء داخل المكنة او المحرك اللي حضرتك هتشتريه في السيارة بتاعتك تعالوا نرجع لموضعنا يبقى احنا هنختار المكنة او المحرك محرك السيارة اللي انا هشتريها حسب الطرق وحسب المواصفات او البيئة اللي انا عايش فيها كمان هختار نظام توريد الوقود يعني انا هدخل الوقود مع الهوى هل هو انجيكشن يعني حقن ولا هتشتري عربية فيها كربراتير وكل الكلام ده لازم حضرتك تجاوب عليه بنفسك حسب المواصفات اللي حضرتك عايزة طيب تعالوا بقى نعرف مقطة مهمة جدا 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 وهي السي سي بنسمع عن محرك او عربية 1300 سي سي وواحد تاني يقولك انا جاي بعربية 1400 سي سي تيربو تشارج او 1600 او نسمع في المرور يقولك انت هتدفع ضريبة على المحرك بتاعك لانه 1600 كذا يعني ايه سي 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 كيوبك سنتيمتر او سنتيمتر مكعب ودي وحدة قياس حجم نركز في النقطة دي مهمة اوي لان من فترة قريبة جدا احد الزملاء او الزاملات بيقولي انا بعت السيارة بتاعتي طب السيارة بتاعتك انت بعتها كانت 1300 سي سي ولا 1600 سي سي هي هتفرق هتفرق طبعا في السعر هتفرق في القوة السي سي هي الحجم المزاح اللي هيزيحه المكبس وهنشوف فيديوهات لي دلوقتي اللي هيزيحه المكبس من الشحنة اللي هي الهواء والبنزين كل ما زاد سي سي المحرك كل ما اداني باور وطاقة اعلى المحرك 1300 سي سي هيختلف تماما عن المحرك 1400 او 1600 سي سي وال3000 فيه سيارات بتتعدى 3000 سي سي كمان ممكن تسمع من بعض الشركات المنتجة ان هو بيحسب السي سي او الحجم الازاحي داخل المحرك باللتر يعني لو سمعنا واحد وثلاثة من عشرة اللتر ما ننتخدش عادي هي 1300 سي سي لان الواحد لتر بيساوي 1000 سنتيمتر مكعب يعني لو حضرتك بتشتري سيارة او عربية وبتفكر ورحت معرض ولاقيت راجل الموجود فيه المعرض بيقولك العربية بتاعتك دي واحد واربعة من عشرة لتر او الازاحة الحجمية بتاعتها او الحجم المزاح واحد واربعة من عشرة لتر ده معناه ان المكانة بتاعتك بتزيح 1400 سنتيمتر مكعب نرجع تاني ونقول ان كلمة سي سي يعني كيوبك سنتيمتر او سنتيمتر مكعب والسي سي وحدة قياس الحجم اللي هي هتساوي المساحة في الارتفاع وهنشوفها حالا في فيديو يبقى احنا عارفنا الفرق ما بين 1300 سي سي وال 1400 سي سي طيب تعالوا بينا نشوف احنا محتاجين نحسب مساحة الدايرة لان الاصطوانة بتاعتي الاصطوانة اللي بتحرك فيها البستيمتر عبارة عن استوان المساحة بتاعتي طه نق تربيع وطه اللي هي 13 و14 من 100 ونصف القطر بتاعي اهو احنا هنعرفه من خلال المواصفات بتاعت المكانة انت مش مطالب انك تحسب الحاجات دي ولكن احنا عايزين نعرف حضرتك ازاي بيتحسب السي سي سي هو هايحسب كتر البستيم او الاصطوانة من خلال مواصفات المكانة ويدربه في الارتفاع او المسافة اللي هيتحركها المكبس بتاعك اللي هو طول المشوار اللي هو ارتفاع الاستوانة من النقطة المائية السفلة الى النقطة المائية العليا المسافة دي هيتحركها المجبس اه ده المشوار فاحنا لو كان عندنا اربع استوانات كتر هنقيس كتر الاستوانة الاولى ونضربه في الارتفاع بتاعي او المسافة اللي هيتحركها البستم او البجبس اللي عندي تحت ده هنضربه في المساحة يديني حجم الاستوانة الاولى نضربه في عدد الاستوانات يديني حجم عدد يديني الحجم او السي سي بتاع المحرك بتاعي يعني لو فرضنا ان الاستوانة الاولى دي كانت 500 سنتيمتر مكعب هنضربها في استوانات المحرك المحرك بتاعك 4 سلندر ولا 3 سلندر ولا 6 سلندر ولا 8 ايا كان حضرتك هتضربه في عدد الاستوانات هيطلع لي السي سي بتاع المحرك يعني المكان اللي قدام مننا دي او المحرك اللي قدام مني دا 2000 سي سي فهمنا ان السي سي هو الحجم المزاحي الحجم اللي هيحركه البستم او المجبس اللي تحت عندي دا هيحركه داخل الاستوان الحجم دا بيكون عبارة عن هوا مع بنزين هيدغطه هيتحرك من النقطة المهيتة السفلة اللي هي ادنى نقطة او اسفل نقطة يتحرك منها المكبس الى اعلى نقطة اللي هي النقطة المهيتة العليا هنضرب المساحة في الارتفاع او المشوار بتاع المكبس يديني حجم الاستوانة نضربه في عدد الاستوانات يديني السي سي او الحجم المزاح داخل المحرك كل طيب نشوف النقطة اللي بعد كده ونشوف الفرق بين محركين انا عندي محركين اهمت لاتنين شبه بعض اربعة سلندر زي بعض بالزبط ولكن الفرق بينهم هنا هيكون في كتر الاستوانة دا البستم اهوت البستم بتاعي الاولاني تسعين مليمتر القطر بتاعه اما البستم التاني كان ثمانين دي حركة المكبس بتاعك داخل الاستوان بيتحرك من ادنى نقطة والنقطة الميتة السفلة الى النقطة الميتة العليا اللي هي اعلى نقطة عندنا عشان يعمل الحجم المزاح او يضغط الحجم اللي قدام منك دا اللي هو باللون الاحمر دا التد طوب ديد اندر سنتر اللي هي النقطة الميتة العليا والنقطة الميتة السفلة عندي اهيت هنحسب المساحة ونضربه في الحجم نضرب في عدد الاستوانات زي ما احنا شايفين دا الحجم المزاح بتاع الاربع استوانات هنجمعهم مع بعض يديني الالفين سي سي او اتنين ليتر يعني لو سمعت او صاحب المعرض او الشركة اللي انت رايح تشيري منها العربية بتاعتك قالك اتنين لتر دا معناه ان المكنة بتاعتك الفين سي سي طب لو كانت واحد وثلاثة من عشرة بتبه الف وتلتمية سي سي او الف وستمية سي سي اللي هي واحد وسبعة من عشر النقطة دي مهمة جدا ومهمة جدا كل مالك السيارات او اللي عنده سيارة يكون عارف يعني ايه سي سي مشكلة ان حضرتك ممكن تبيع سيارة غالية وانت مش عارف ايمتها لان المكنة او السيارة اللي بتتباع الف وستمية سي سي غير الالف وربعمية غير الالف وثلتمية لو خدنا مركة واحدة لو مساكنا نوع معين من السيارات وقلنا المركة دي كذا مثلا فيها نوعين او فيها محركين محرك الف وستمية ومحرك الف وثلتمية المكنة الالف وثلتمية طبعا سعرها بيكون اعلى من الف وثلتمية ليه؟ علشان المكنة الـ 1300 بتكون أضعف يعني حضرتك لو راكب السيارة بتاعتك وشغلت تكييف المكنة هتكون ضعيفة مش زي الـ 1600 تحس أني سحبها معاك والتعجيل أو الـ acceleration بتاعها بيكون أقل من المحرك الـ 1600 طيب كمان لو أنا ركبت في السيارة بتاعتي اللي هي 1300 العيلة بتاعتي يعني المفروض أننا نركب أربع أفراد خلينا هنلتزم بكلام الشركة ونركب أربع أفراد بس في السيارة بتاعتي الأربع أفراد نفسهم لو ركبوا العربية الـ 1600 هتحس بفرق شاسعة أن المكنة الـ 1300 أقل من المكنة في العزم عزم الدوران بتاعها وقدرة السحب والـ acceleration أو لو أنت حضرتك وقفت في إشارة أو في مطلع وعايز تتحرك الـ 1600 بتكون الاستجابة بتاعتها والطاقة المتولدة منها بتكون أعلى إلا إذا كان المكنة الـ 1300 ركب لها تيربو تشارج هتفرق طبعا لأن المكنة التنفس الطبيعي مش زي المكنة اللي إحنا بنركب لها تيربو تشارج تنفس طبيعي طيب بالنسبة للمحركات عايزين نقول إن المحرك بيتنفس طبيعي يعني بيسحب عادي جدا الهوى بيدخله من خلال الشفطة أو السحب في شوط السحب التاعي بيعمل خلخلة داخل الاستوانة فبيشفط الشحنة بتاعتي اللي هي هوا مع بنزين ده بنسميه تنفس طبيعي الريأة بتاعته بيتنفس طبيعي أما المكنة اللي هي فيها تيربو تشارج مجرد إن المكبس يبدأ يتحرك عشان يعمل سحب أو يبدأ يتنفسه يشفط التيربو تشارج بيضغط كمية هوا مع بنزين بقوة جامدة جدا فإدى كمية هوا أكبر عشان كده ده بنسميه الطاقة المتولدة منه بتكون أعلى ليه؟ لأن أنا دخلت كمية أكسوجين كبيرة جدا يعني مثلا لو الاستوانة بتاعتي هتاخد لتر أنا حطيت فيها لتر ونص بالضغط أو الشحن بنسميه الشحن الجابري شحنت أو ضغط كمية هوا داخل الاستوانة بالتيربو تشارج فهتفرق من محرك تيربو أو محرك عادي تنفس طبيعي تعالوا بينا نكمل كمان الاكسليريشن أو التعجيل وإنت بتختار العربية بتاعتك شوف التعجيل بتاع العربية وإنت بتدور كده في العربيات بتاعتك بعد ما حددت السعر وحددت قوة المحرك بتاعتك إنت عايزه 1600 ولا 1300 ولا 2000 ولا 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 اخترت إنت بدأت تحط نقاط النقاط ده هي ياريت تكتبها كده وتبدأ تحدد بناء عليها أنا هشتير عربية بواصفاتها كذا أول نقطة عندي قلنا السعر هل هو مناسب بالنسبة لك ولا لا ودي عندك أنت تاني نقطة القدرة المتولدة اللي احنا تكلمنا عنها وكام المحرك بتاعي ده كام سي سي التعجيل أو سرعة الاستجابة التعجيل أو سرعة الاستجابة الشركات العالمية بتنافس بعضها في أن المحرك بتاعها أو العربية بتاعتها توصل لأول ميت كيلو بعد كام سانية طبعا وصلت بعض الشركات دلوقتي لأرقام قياسية جدا ما كناش نفكر فيها لإلا كل يوم في تطوير في المحركات بتاعتها يبقى التعجيل هو سرعة الاستجابة أو عزم الدوران وعزم الدوران ده أن نقدر حرك عمود الكرانك بتاعي بسرعة أن المكانة عدد لفاتها تزيد بسرعة مفاجأة عشان أطلع من المكان اللي أنا فيه يبقى التعجيل هو عزم الدوران أو قوة المكانة على تحريك عمود الكرانك من خلال القوة المتولدة داخل غرفة الاحترام وطبعا هتختلف من شركة لشركة زي ما قلنا إن الشركات بتنافس بعضها في إن إحنا نوصل لأول 100 كيلو بعد كام ثانية بتفرق بتفرق إن أنا أدوس على دواست البنزين لو أنا عندي أكتر من سيارة ووقفين فيه إشارة أو فيه مطب وبدأنا نتحرك فيه سيارة هتنقل وتغير بس طبعا مش كلنا نبدأ نضغط بنزين مرة واحدة زي ما بنشوف وده خطأ كبير جدا على المحركات حاول تكون تمشي بشكل طبيعي ولكن السيارة اللي هتفرق معايا في التعجيل سرعة الاستجابة بتاعتها عشان كده بدأوا يحطوا أنظمة نقل للإشارات داخل السيارات بسرعة عالية عشان يبدأ يستجيب الكنترول يونت ويدي أمر اللي ترمبة البنزين نيتزود أو إن هو يدي الحائن مدة أطول عشان يبدأ يطلع باور أعلى وقدرة عالية للمحرك بتاعه عشان يستجيب يبقى مهم جدا النقطة دي نقطة التعجيل أو سرعة الاستجابة بتاعت المحرك بتاعك للسيارة بتاعتي لو أنا بشتري سيارة مهم جدا التعجيل أو مهم جدا أوصل لمية كيلو بعد كام سنين دي النقاط الأساسية أو من النقاط الأساسية اللي احنا لازم نختارها في السيارة بتاعتي كمان السيارات بدأت تعمل نظام تاني مختلف اللي هو زي ما سمعنا في فيلم بتاع محمد هينيدي في الجامعة الأمريكية سيكستين فالف أو 16 صمام لمحرك 4 سلندر 16 صمام هو بيحط 2 سحب و 2 عادل يحط 2 حر 2 صمام سحب و 2 عادل بعض السيارات بتحط 3 و 2 كل ده شيء كويس عشان يلحق يعبي اللي استوانة بتاعتي عشان سرعة المكنة سرعة المحرك بقت عالية جدا في الأنظمة الحديثة للسيارات سرعة المكبس داخل اللي استوانة بقت عالية جدا وبالتالي لازم اللي بيخدم أو يبدأ يدي بنزين اللي هي الكنترولات الموجودة في السيارة لازم تنفذ الأوامر بتاعتها بسرعة فاحنا عايزين ندخل كمية هوا سريعة ونخرج نواتج الاحتراق بسرعة عشان كده بدأنا نحط صمامين سحب وصمامين عاجب بعض السيارات بدأت تغير وتحط 3 سحب و 2 عادم أو العكس المهم الفكرة أنه هو عايز يخلص من نواتج الاحتراق بسرعة ويعب اللي استوانة بتاعتي بسرعة عشان سرعة المكبس أو حركة المكبس داخل الاستوانة دي مهمة جداً والسيارات بدأت تتحسب سعرها من خلال النقاط الأساسية اللي احنا تكلمنا فيها دي سرعة استجابة المكبس عشان كده بدأوا يعملوا أنظم التوصيل للشبكات أو للكنترولات الموجودة عندك في السيارة مختلفة جداً وسريعة جداً عشان تدي الأوامر بتاعتها كمان حصل أن بقى عندنا كمان محركات جديدة بدأت تشتغل بدون عمود كمات ده علشان يقلل القطع المتحركة أو الأجزاء المتحركة داخل المحرك بتاعي ويديني سرعة في تعبئة الاستوانة وتفريغ الاستوانة تاني بسرعة عشان المكناة بتاعتي تستجيب ويحصل اكسليريشن بسرعة عالية جداً تعالوا بينا نكمل النقطة ونشوف هنا هو تكاتب لي أن المكناة بتاعتي 16 سمام و2.3 من 10 لتر اللي هي دي 2300 سي سي المكناة اللي قدام مني دي كمان احنا عايزين ناخد محرك اقتصادي جداً في البنزين اقتصادي في استهلاك البنزين بتاعي ده من النقاط الأساسية اللي كلنا بندور عليها كلنا في العالم مش في مصر بس عشان كده لازم تختار نظام توريد الوقود أو حقن الوقود أو نظام خلط الهوى بالوقود داخل المحرك بتاعي وانا هشغل بالي بالحاجات دي آه لازم تشغل بال حضرتك معلشي اشغل بال حضرتك بالنقاط الأساسية والمهمة جداً لأنها هتوفر لك فلوس آخر الشهر بدل ما حضرتك كنت هتصرف رقم معين الرقم بتاع حضرتك ده هيقل لما تختار محرك بيوفر في استهلاك الوقود عشان كده مهم جداً تقرأ المواصفات بتاع المكنة اللي حضرتك هتجب عشان هتدفع فلوس وكمان الوقود زي ما انتم شايفين سعره عالي على مستوى العالم فمهم جداً أنك تختار مكنة ليها مواصفات الديني باور عالي وفي نفس الوقت يكون استهلاك الوقود بتاعي أقل في المكنة أو المحرك بتاعي ده مهم جداً عشان آخر الشهر يلاقي المنصرف بتاع السيارة بتاعتي أقل عشان كده كمان الناس بدأت تفكر والدولة بدأت تتجه إن احنا نختار وقود أقل كمان في التكلفة اللي هو الغاز الطبيعي وين اللي حقنا إن شاء الله نتكلم عنه في الحلقة دي بأمر اللي هنتكلم عنه إذن مهم إن حضرتك تعرف آخر حاجة وصل إليها العلم في نظام توفير الوقود بتاعي كان المحرك بتاعي حقن مباشر أو حقن غير مباشر أو نظام كيربرتير طبعاً هتختلف السيارة لو حضرتك بتشتري عربية النهاردة في 2021 سيارة كيربرتير دي سعرها بيكون مختلف تماماً عن سيارة حقن غير مباشر أو سيارة جي دي آي أو حقن مباشر الحقن المباشر طبعاً بتقل التكلفة بتاعت استهلاك الوقود ممكن نسبة استهلاك الوقود بيوصل لواحد لخمستاشر كيلو يعني الواحد لتر يمشيه خمستاشر كيلو متر فمهم جداً إنك تختار المحرك اللي نسبك يحاوي المحرك ده اللي يوفر لك في استهلاك الوقود بتاعي تعالوا نكمل النقطة اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده إن المحرك بتاعي يكون صديق للبي صديق هو حد فينا بيفكر في النقطة دي مهم جداً إن احنا نفكر في النقطة دي والعالم كله بيفكر في النقطة دي الاحتباس الحراري والحرارة اللي احنا مش متعودين عليها اللي حصلة عندنا الايام اللي احنا بنتكلم فيها دي حصلة بسبب العوادم بتاع السيارات والمصانع مهم جدا ان حضرتك تختار سيارة النواتج الاحتراك بتاعتها تكون غير ضرة للبيئة عشان الزراعة واحنا مصر طبعا دولة زراعية الزراعة بتاعتنا احنا نفسنا نعرف نتنفس البيئة بتاعتنا ترجع لطبعتها ما يكونش عندنا الحرارة اللي مش طبعية ده حاصل بسبب ان انا كمان ممكن يكون عندي عربية شريحة مستخدمة او سيارتي فيها مشكلة ومشي اتدخن وبأزي في الكون ومش شاغل بالي مهم جدا كمان الصيانة ودي ان شاء الله هنتكلم فيها مهم جدا الصيانة للسيارات بتاعتنا عشان ما تعمليش تلوث بيئي يبقى حضرتك اه هو انا هدور في المواصفات بتاعت نواتج الاحتراك موجود كل شيء في الشركة المصنعة بتديك مواصفات السيارة بتاعتك بالكامل حافظ على البيئة بانك تختار سيارة بتحافظ او صديقة للبيئة بتاعتك حافظ على البيئة بانك تحاول تستخدم وقود ما يكونش ملوس للبيئة حافظ على البيئة بانك تعمل صيانة دورية للسيارة بتاعتك عشان ما تعمليناش تلوث وتخرج اول اكسيد الكربون وده من الغازات السامة جدا للاطفال والرجال والزراعة بتاعتنا وللبيئة بشكل عام حتى الله يكرمكم كل المخلوقات الموجودة في الكون اول اكسيد الكربون اللي بيطلع فيه من نواتج احتراك غازات نواتج احتراك محرك البنزين ده غاز سام جدا اول ما تشوف سيارتك بتلعها دخان او فيها مشاكل يريد تروح تعالج المشكلة بتاعتك وتعمل لها صيانة وقبل ما تعالجها كمان يريد لو عملت صيانة دورية الصيانة دورية هتحافظ على عمر المكانة بتاعتك وعمر المكانة بتاعتك يطول بدون ما تعمل صيانات او بدون ما تعمل علاجات او اصلاحات تصليح في السيارة بتاعتك يبقى النقطة المهمة اللي انت هتختار عليها السيارة بتاعتك انها تكون صديقة للبيئة ويفضل انك تستخدم نوع الوقود اللي هو الصديق للبيئة اللي هو دلوقتي كل الدولة بتنادي به وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية وهو الغاز الطبيعي محرك الغاز الطبيعي من المحركات اللي نواتج الاحتراك بتاعته صديقة جدا للبيئة مع مفهوش أي مشاكل وآمن جدا لحضرتك وللبيئة اللي احنا عايشين فيها تعالوا نكمل النقطة اللي بعد كده من المواصفات اللي انا هختار عليها السيارة بتاعتي النقطة دي بقى من النقاط الاساسية اللي احنا كلنا بنفكر فيها اول ما نيجي نشتري السيارة هل السيارة بتاعت اللي انا هشتريها او المركة او الشركة اللي انا هشتري منها هل هي موفرة في الدولة بتاعتي قطع غيار وصيانة دي مهمة بل كلنا بنفكر قبل سعر قبل ما نفكر في سعر السيارة او اننا خلاص بقى معايا فلوس العربية اللي انا هشتريها بفكر في أهم نقطة عندي أنا عارف كلنا بنفكر في النقطة دي الصيانة بتاعت السيارة بتاعت ممكن نلاقي سيارات فيها أوبشن عالي جدا وفيها وسائل رفاهية فوق الممتازة والرائعة بس أنا مش قادر أجيبها مش قادر أخذ السيارة بتاعت دي أو مش قادر أشتريها ليه؟ علشان قطع الغيار بتاعتي مش موجودة كمان مراكز الخدمة بتاعتها مش موجودة الدولة المصنعة أو الشركة المصنعة مش عاملالي مراكز خدمة في السيارة ليه؟ السيارة بتاعت فمهم جدا أن أنا أختار نوع السيارة اللي ليها قطع غيار وصيانة في البلد بتاعتنا ومراكز الخدمة بتاعتها تكون موجودة في كل مكان كمان مش لازم أسافر لها في مكان تاني علشان أعمل سيارة يبقى النقطة دي من النقاط الأساسية اللي احنا مش محتاجين نتكلم فيها لإلا كلنا بنفكر فيه سواء أنت بتشتغل في مجال السيارات أو مقتني سيارة كلنا بندور أو الشعب المصري واعي أوي في المقطة دي وهو ده الصح أن احنا ندور على الحاجة اللي قطع وكمان مش كفاية أن قطع غيارها تكون موجودة لا ده قطع غيارها تكون متوفرة وبسعر كويس مش سعرها عالي بعض الشركات قطع الغيار بتاعتها موجودة وبتكون غالية صحيح هي معمرة عن القطع التاني معمرة جدا كمان ولكن احنا بنحاول نجيب القطع اللي هي سعرها أرخص وده خطأ يعني أنا كمان ضد ده احنا بنحاول نجيب القطع اللي هي تعيش وتعمر في السيارة بتاعتها برضو نرجع ونقول أن الصيانة الدورية مهمة قوي عشان تحافظ على قطع السيارة بتاعتها يبقى النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها يتوفير قطع الغيار والصيانة في المكان أو البيئة اللي انت عايش فيها بناء عليها هتختار نوع السيارة يعني مثلا لو أنا قررت خلاص أشتري سيارة وليكن ماركت اكس أو سيارة تانية واي أو زت هنختار أو هنحاول نفرق بين تلات أنواع من السيارات دول من خلال نقطة مهمة وجوهرية هي قطع غيارها موجودة عندي السيارة واي قطع غيارها موجودة موجودة بس ندرة شوية محتاج حضرتك تروح تجيب يبقى احنا هنعمل على دين قل تب خليها طب السيارة اكس لا دي موجودة طب مراكز الخدمة بتاعتها موجودة يبقى أنا خلاص بكرر أن أنا أشتري السيارة اكس تعالوا نكمل النقطة اللي بعد كده احتياجاتي بقى أنا محتاج إيه في السيارة بتاعتي كل المواصفات اللي حضرتك عايزها في السيارة بتاعتك فكر فيها وانت بتختار تشتري وانت خلاص قررت تشتري عربية فانت محتاج تحدد النقاط الأساسية اللي انت محتاجها في السيارة بتاعتك غير القدرة أن القدرة الأول وبعدين التعجيل واقتصادية في الوقود وصديقة للبيئة وقطع غيارها موجودة الاحتياجات التانية زي ايه اللي أنا هحتاجها أن العربية بقى مثلا بتاعتي بعض الناس مهمة أوى عنده أن السيارة بتاعته يكون فيها شنطة أو حايز للأمتعة يكون كبير عشان أنا بسافر أنا ولادي وبناخد الشنط فأنا محتاج الشنطة بتاعتي تكون كبيرة عشان تاخد كمية كبيرة من الأمتعة زي ما احنا شايفين ده بعض مننا بيختار نوع سيارة بالشكل ده حد تاني هيقول أنا محتاج سيارة أوتوماتيك الأستاذ أو أي حد فينا محتاج سيارة أوتوماتيك واحد تاني هيقول لا أنا مش بعرف أركبا للسيارة المانول أو الفتيس العادي فأنا محتاج سيارة فيتسها منول أو عادي أو أوتوماتيك كل واحد هيحدد هو محتاج يشتري سيارة شكلها ايه أوتوماتيك ولا منول واحد تاني كمان هيقول لي أنا محتاج السيارة بتاعتي أوتوماتيك ومنول وشنطة الأمتاع بتاعتي كبيرة ومحتاج سيارة عائلية كبيرة عشان تاخدني أنا وولادي كل ده حضرتك اللي هتجاوب عليه وتبدأ تحط المواصفات اللي حضرتك محتاجها في السيارة بتاعتك واحد تاني كمان هيقول لي أنا محتاج السيارة بتاعتي عشان بطلع في طرق وعرة شوية وتكون مرتفعة عن الأرض وعشان الحايز بتاعي كمان نهوت كبير وسيارة عائلية كل واحد بيحط المواصفات اللي هو محتاجها من خلال بياخد المواصفات اللي هو محتاجها طبعا من خلال المعلومات والبيانات اللي عنده عدد أولاده وعدد أفراد الأسرة هل هو بيستريح فيه السيارات المانول ولا السيارات الأوتوماتيك شنطة الأمتاع الكراسي ارتفاعها عن الأرض وطرق اللي هيمشي عليها كل الحاجات دي حضرتك بتحددها وبناء عليها بتختار نوع السيارة اللي انت هتشتريها النقطة الأهم بقى السيفتي ودي اللي المفروض تخش أول نقطة عندي قبل السعر قبل السعر لازم يكون تكون مختار سيارة نسبة الأمان فيها عالية جدا كل الإمكانيات الأمان موجودة فيها يعني بعض الناس تروح تشتري سيارة ما فيهاش إيرباك أو سيارة ما فيهاش إيب إيس أو سيارة ما فيهاش ملاحة مثلا أو بعض الانذارات اللي هي بتديك انذار لو سيارة قربت منك أو أن انت بدأت تنام وانت سايق الحاجات دي مهمة جدا جدا دي أنا شايف أن هي أهم من السعر نفسه لازم أختار سيارة فيها وسائل أمان ليا والأسرتي لأن أنا مش راكب في السيارة دي أنا الوحدي أو حتى لو أنا الوحدي لازم أحافظ على حياتي فمهم جدا أنك تختار سيارة فيها وسائل أمان عالية جدا تختار شركة من الشركات اللي بتعمل كمان ما هي بعض الشركات هتديك وسائل أمان وتقول لك أنا عندي ولكن ممكن الوسائل الأمان دي ما تشتغلش فمهم جدا أنك تاخد سيارة من شركة معروفة فيها وسائل أمان مجربة ومختبرة وشركة لها اسمها مهم جدا نقطة الأمان في السيارة بتاعتك بعض الناس يعني أنا بشوف بعض الزملة ميرضاش اشتيري سيارة ما فيهاش ABS نهاء اللي هي الفرامل الفرامل ABS أو مانعة لنزله دي علشان المطر أو عشان الطرق الزلقة أو علشان الفرامل العادية الفرامل ABS مهمة جدا في السيارات بتاعتنا مهمة جدا لأنها بتقلل من نسبة الحوادث اللي بتحصل في الطرق بتاعتنا اليومية خاصة لما يكون ماشي بسرعة مرتفعة مهمة كمان إن أنا أقول هنا نقطة أو معلومة مهمة جدا حضرتك السيارة بتاعتك من سرعة 80 لـ 120 بتقدر تتحكم فيها كمان زيادة عن اللي التحكم فيها بتستهلاك البنزين أو الوقود فيها بيكون مثالي جدا لو مشي تقل من كده باستهلاك الوقود بتاعت بيكون عالي والعوادم بتاعتي بيكون فيها نسبة أضرار كبيرة فوق الـ 120 حضرتك مش هتقدر تتحكم في السيارة بتاعتك لقدر الله لو فيه أي ظرف طارق أو حادث قدام مني مش هقدر أتحكم في السيارة بتاعتي كمان استهلاك الوقود بتاعي بيكون عالي مهمة جدا النقطة دي السادة المشاهدين إن إحنا نتكلم فيها حافظ على نفسك بإنك تختار سيارة فيها وسائل أمان مهمة جدا تاني إن نقول النقطة اللي إحنا لسه إليناها حالا السرعة اللي إنت بتمشي فيها وتكون آمنة لك واقتصادية في استهلاك الوقود هي من 80 تقريبا في أغلب السيارات من 80 ل120 تقريبا بتحافظ على نفسك استهلاك وقود أقل بكتير جدا عن فيما فوق 120 أو أقل من 120 تعالوا نكمل النقطة بتاعتنا الأخيرة في شراء السيارة وهو وضع السيارة بالسوق في البيع والشراء إحنا عندنا ثلاث محاور المحور الأولاني اللي هو كان السعر المحور التاني المواصفات اللي أنا محتاجها في السيارة بتاعتي المحور التالت وهو وضع السيارة بتاعتي دي في السوق هل السيارة بتاعتي هو أنا هبيع قبل ما اشتري؟ آه مهم جدا حضرتك تكون جاي بسيارة أو شاري وإنت بتشتري سيارة تعرف تبيعها في السوق بعضنا بيشتري سيارات فيها أوبشن عالي فيها حاجات مواصفات كتير جميلة جدا لكن بعد ما يشتريها بسنة لأي ظرف أو بعد مدة بسيطة جدا لأي ظرف طارق عنده عايز يبيع السيارة بتاعته ما بيعرفش يبيعها ليه؟ علشان سوقها قليل أو سوقها ضعيف أو هي زي ما بنقول باللهجة بتاعتنا المصرية تقيلة في السوق يبقى حضرتك مهمة قوي لما تيجي تشتري سيارة بص للسوق بعد خمس سنين أقل شيء خمس سنين أنت هتشير سيارة النهاردة هل بعد خمس سنين أو بكرة الصبح أو لقدر الله بعد شهر بعد اتنين بعد تلاتة تقدر تبعها؟ بعضهم يقول لك أنا عايز أركب النهاردة أستمتع بالسيارة وبعدين أتبعها ما هنت هتبعها بنص ثمن أو أقل من نص ثمن فمهم جدا أنك لما تيجي تشتري سيارة تشتريها يكون سوقها أو وضعها في السوق كويس سمعتها كويسة في السوق تقدر تبعها بعض المركات نسمع عندنا في السوق المصري يقول لك تقدر تبعها في إشارة المرور أو هي حتة دهباية في جيبك تقدر تبعها في أي وقت مهمة قوي أن أنا أشتري سيارة سوقها كويس وحضرتك ونت بتشتري العربية النهاردة بص لها بعد خمس سنين أو على الأقل سنتين هقدر أبيعها بعد سنتين هخسر فيها كتير لازم طبعا في عمر افتراض للسيارة بتاعتي ولازم سعرها ينزل شوية بس بعض السيارات أو بعض المركات تفضل محافظة على سمعتها في السوق وسعرها بيفضل زي ما هو مهم جدا أن أنا أبص على النقطة بتاعة البيع وبتاعة الشراء السيارة بتاعتي دي وأنا ببيعها وكمان سوقها عامل إزاي مهم جدا أن أنا أاخد بالي وأنا بشتري سيارة في النقطة دي تعالوا بقى نعرف سوق السيارات المستقبلي إحنا مشينا بالسوق بتاعنا أو بمجال السيارات لسنة عشرين خمسين هو هيبى فيه سوق للسيارات بتاعتنا الموجودة حاليا في عشرين خمسين آه السيارات بتاعتنا دي ممكن تكون في عشرين خمسين ملهاش أي قيمة ليه لأن السيارات الكهربائية خلاص بدأت تنزل السوق ومصر هي كمان بدأت تنتج أول سيارة كهربائية وشفناها على التلفزيون المصري ومع شركة صينية أفتيكر بدأت تنتج أول سيارة كهربائية وكمان بيقولوا العلماء السيارات أو المهتمين بسوق السيارات على مستوى العالم بيقولوا أن خلال عام عشرين تلاتين يعني بعد تسع سنين من الآن هيكون السوق العالمي بدأ يشتغل بنسبة كبيرة جدا في السيارات الكهربائية وعلى عشرين أربعين هتزداد نسبة مبيعات السيارات الكهربائية لغاية سبعين في المنزل سيارات الكهربائية من السيارات الواعدة اللي هي خلاص بدأت تغزو سوء السيارات على مستوى العالم وكل يوم فيه تطور جامد جدا طبعا الناس كلها اتجهت للسيارات الكهربائية عشان العوادم بتاعتها كمان عشان الوقود اللي احنا ما فيش وقود بنستهلكه فاحنا بنوفر للدولة وبنوفر لنفسنا وبنحافظ على البيئة بتاعتنا في سنة عشرين خمسين بيقولك هيوصلت سوء السيارات الكهربائية لخمسة وتسعين في المنت يعني بعد تسع سنين من الآن هيكون السوء المصري والسوء العالمي مليان سيارات او فيه كمية سيارات كهربائية كتيرة جدا مش هايبرد مش سيارات هايبرد لا سيارات كهربائية سيارة هايبرد اللي هي بيبقى فيها محرك بنزين مع محرك كهربائي لا احنا هنا بنتكلم عن السيارة الكهربائية بالشكل كامل هتبقى موجودة في سنة عشرين تلاتين يعني بعد تسع سنين ان شاء الله من الآن هيكون فيه سيارات كتيرة جدا في الشوارع المصرية هنشوفها كهربائية وهي موجودة الآن ولكن بنسبة بسيطة النسبة دي هتعله بشكل كبير جدا خلال التسع سنوات القادمة اما سنة عشرين خمسين هيوصل ان الشوارع او السوق السيارات هيكون فيه نسبة السيارات الكهربائية لخمسة وتسعين في المئة لان مهتم السيارات كل يوم بيدوروا على شيء جديد وبيحاولوا يطورهم في عالم السيارات عندنا مركبة او سيارة جديدة لسه ما نزلتش السوق المصري ولكن بيتعمل عليها ابحاث دلوقتي وهي المركبات الطائرة العربية اللي بتطير عربية او طيارة صغيرة على شكل عربية من اهم المميزات بتاعة العربية دي ان هي مش هتحتاج لطيار قيادة ذاتية يعني الطيارة او المركبة او السيارة دي هتطير قيادة ذاتية مش محتاجة لطيار مش محتاجة نخصص لها طيارة عشان ياخد الناس وين لهم من مكان لمكان كمان هي قادرة على انها تشيل 500 كيلو جرام السيارة الطائرة بتشيل الابحاث اللي شغالة لغاية دلوقتي او اللي وصلوا لي لغاية دلوقتي هي ان السيارة تقدر تشيل 500 كيلو جرام النقطة اللي بعد كده من المميزات بتاعتها ان هي في 2021 دلوقتي سرعتها وصلت ل180 كيلو ولكن الابحاث شغالة عملين يجروا تجارب عليها وبيتوقع ان السرعة بتاعتها تصل من 320 الى 480 كيلو متر في الساعة دي حاجات جديدة في عالم السيارات احنا لازم ناخد بالنا من الجديد علشان كمان لما تختار السيارة بتاعتك هل بعد 10 سنين يعني احنا خلاص شوفنا دلوقتي ان بعد 10 سنين السيارات الكهربائية هتبقى موجودة يعني السيارة بتاعت اللي معايا دي مش هيكون لها قيمة او السوق او الناس هتتجه لان هي تشتري السيارة الكهربائية لانها ارخص واوفر صديقة للبيئة مش محتاجة سيانة كتير حاجات كتيرة جدا احنا دلوقتي بنتكلم عن السيارة الطائرة او المركبة الطائرة قلنا من مميزاتها ان هي مش محتاجة طيار كمان بتشيل 500 كيلو النقطة رقم 3 ان سرعتها متوقع ان سرعتها تصل الى 480 كيلو متر في الساعة طيب كمان من المميزات ان احنا ما عدناش بقى هنحتاج نعمل طرق ونكلف عليها مليارات الجنيهات او نعمل كباري او نعمل جسور وفي المناطق الوعرة او في على الانهار او حاجات زي كده نعمل كبري عشان نعدي لان انا ما عدتش محتاج الكباري او الطرق بتاعتي الضخمة دي لان السيارات الطائرة هي اللي هتكون موجودة ان شاء الله احنا مش بنتكلم في خيال هو كان من كام سنة خيال دلوقتي اصبح حقيق او اصبح موجود حتى السيارات الكهربائية كانت بالنسبة لنا من فترة قريبة خيال دلوقتي بقت موجودة عندنا في مصر وبنصنعها عندنا في مصر كمان ان هي بتتمتع المحرك السيارة الطيارة دي بتتمتع بمحرك تربيني او كهربائي صغير يعني فيها محركين محرك تربيني او يعني اما يركب محرك تربيني اللي هو هيشتغل بالوقود او محرك كهربائي صغير ينتج الكثير من الطاقة وبيستخدم كمولد لنفسه كمان يعني المحرك الكهربائي هيحرك السيارة بتاعتي عشان تطير وفي نفس الوقت يغزي نفسه بالطاقة الكهربائية كمان بتساعد في حل لازمة الازدحام المروري مش هيبع عندي زحمة داخل المدن علشان السيارات خلاص بقت موجودة في الجو ومش موجودة في الارض بتاعتي النقطة اللي بعد كده وهي تساهم في تحقيق تخفيض تكاليف السفر السفر بتاعي هيقل التكلفة بتاعته يعني بدل ما انا كنت ممكن اجي من اسوان الاسكندرية بصرف مبلغ وقدره لو انا هركب السيارة بتاعتي لو انا هركب سيارة طائرة التكلفة بتاعتي هتقل بكتير جدا عن الاول النقطة اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم فيها ان شاء الله هي السيارات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي سيارات الغاز الطبيعي ودي من السيارات اللي الدولة مهتمة بيها جدا ومهتمة ان كل المركبات او سيارات بتاعتنا يعني اغلب السيارات تحول من بنزين او ديزل الى غاز طبيعي ليه علشان ايه علشان المميزات اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي اول ميزة عندي في السيارات اللي بتشغل بالغاز الطبيعي المحافظة على البيئة هي سيارة صديقة للبيئة لانها نواتج الاحتراق بتاعتي ما بيكونش فيها او الاكسيد كربون او هيدرو كربونات او النوكس او الحاجات اللي احنا اللي هي ضارة جدا بالبيئة فاول نقطة عندي ليه العربية او السيارة اللي هتشتغل بالغاز الطبيعي عشان كده المفروض كلنا او اغلب الناس المفروض تغير او تحول السيارة بتاعتها من بنزين الى غاز طبيعي هيقول لي ان التكلفة غالية وتكلمنا في حلقات قبل كده التكلفة دي بنوفرها في خلال سنة واحدة بس لان انا بوفر لو احنا قلنا ان هنمشي 100 كيلو في اليوم يعني هنستهلك 10 لتر بنزين بس 10 لتر بنزين في اليوم وكنا مستخدمين بنزين 80 فانا بوفر في الشهر 825 جنيه 825 جنيه لو انت هتغير او هتحول السيارة بتاعتك من بنزين تخليها بنزين وغاز طبيعي فانت هتدفع تقريبا فرنج 8000 8500 تقريبا يعني لو انت حسبتهم هتلاقي ان انت وفرت القيمة اللي انت هتدفعها مرة واحدة دي وفرتها في خلال 10 شهور بس غير ان حضرتك لما تروح تعمل فل للاستوانة بتاعتك بتتمونها ب50 جنيه تقريبا غير لما كنا بنحط ب350 جنيه بنزين لو انا هحط بنزين من 8 اذا الغاز الطبيعي اول ميزة فيه السيارات اللي اتشغل بالغاز الطبيعي اول ميزة فيه ان هو صديق للبيئة مش ضار بالبيئة واحد تاني هيقول لي بس هو غير امن لا ده الغاز الطبيعي من المميزات بتاعته ان هو امن جدا امن جدا لان ريحته نفازة والكسافة بتاعته قليلة فاول ما بيحصل تسريب هو بيتبخر او بيطلع يصعد ليه طبقات الجو العليا فبناء عليه ما بيحصلش اشتعال كمان هو قابليته اللي اشتعال اقل بكتير جدا قابليته في اللي اشتعال قليلة عن البنزين وعن الديزل ليبقى هو صديق للبيئة امن النقطة اللي بعد كده ان هو اقتصادي للدولة وللشخص الدولة بتصرف او بتدفع دعم للوقود للبنزين بتاعي او الديزل بتدفعه الدولة وانت كمان بتدفع انت متضرر دلوقتي من سعر البنزين ان هو غالي ورغم ذلك الدولة كمان دفعه طيب ماهنا بخسر والدولة بتخسر عشان هي بتدعمك لانها بتدفع لك كمان طب لو احنا استخدمنا الغاز الطبيعي التكلفة بتقل علي وعلى الدولة بتاعتي كمان قلنا الامان والبيئة وقلنا ان هو اقتصادي النقطة اللي بعد كده ان الغاز الطبيعي موجود بشكل دائم موجود ومتوفر في الدولة بتاعتنا بفضل الله علينا انه موجود في مصر بشكل كبير جدا فما عندناش مشكلة فيه مش محتاجين ندعمه الحاجة اللي بعد كده ان هو ان لا يمكن احتكار الغاز الطبيعي محدش يقدر يحتكره زي ما كان بيحصل ان واحد يمسك برميل ياخد برميل ويعبي فيه بنزين ويعينه الكلام ده مش بيحصل ما يقدرش يعمله في الغاز الطبيعي فالمميزات دي كلها بتخلينا نفكر في الغاز الطبيعي واحد وقلناها في حلقات كتير بيقول لي ان الغاز الطبيعي بينحر المكان المعلومة دي خاطئة تماما والمعلومة دي مش صحيحة كل اللي عليك انك تشغل المكانة بتاعتك في بداية التشغيل او بداية الدوارة على البنزين ولما تيجي تطف السيارة بتاعتك تطفيها برضو على البنزين عشان تعمل طبقة كربون على جدار الستوانة فيقوم ما يحصلش تآكل لجدار الستوانة اما الوقود الغاز الطبيعي هو غاز امن وصديق للبيئة وموفر جدا للأسف وقت حلقتنا انتهى كان نفسي اكمل معاكم وبمناسبة عيد الاطحى المبارك كل عام وانتم بألف خير ونشوف مصر كلها بخير ويوم وبركات وحياة كريمة لكل مصرنا ان شاء الله وبقرة احلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته